تعالوا نروح لمباراة النادي الاهلي او قبل ما نروح لمباراة النادي الاهلي تعالوا نروح لتصريحات الكابتن عبد الحميد بسيوني الموديل الفني لفريق سموحة وقال ان احنا لعمنا مباراة الزمالك النهاردة عشان ناخد الثلاثة النقاط وقال كمان زي ما حصل في مباراة الاهلي وقال ان ما فيش اي زمالكاوي او اهلاوي يقدر او يفكر في التفويت ده تهريج السلام عليك السلام عليك كفاية بقى يا جماعة الجملة دي كفاية الجملة دي اه برضو فيش هاد ناس كده ايه عبد الحبيب بسوني فيش كلام ده يا جماعة فيش حد بيحب حتى لو عبد الحبيب بسوني بيعش تراب نادي الزمالك مش هيحب نادي الزمالك أكتر من نفسه وعايز بقراج الناجح وانا قلت الكلام ده ألف مرة قبل كده يعني حتى الناس اللي بتقولي الكلام ده دي ناس دماغها يعني ما بتفكرش كويس ما بتفكرش كويس طيب قال ان الكلام عن موضوع التفويد ده حديث مباح من كثير من الجمهور المصرية وقال ان الكلام ده عيب انه يتقال على الاهلي أو الزمالك والجميع على مستوى من الاخلاق والاحترام وقال كمان انه ما ينفعش او ما ينفعش يتقال انه مدرب للاهلي أو مدرب للزمالك ممكن يفوت للاهلي أو للزمالك وقال كفاية تفاهة في الكلام ده بالنسبة لي أبرز حاجة أبرز كلام من الأمور الفنية وخلافة